وللمتابعة ينضم إلينا من غزاء الكاتب والمحلل والسياسي حمزة أبو شنب سيد حمزة الجميع يتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذه الجريمة هل هذا هو الاحتمال الوحيد؟ بتقديره هو الاحتمال الأرجح في مثل هذه الجرام وفي هذه العمليات لأنه لاك من يستفيد من تصفية مثل هؤلاء العلماء وبهذه الطريقة والأدوات وطريقة الانسحاب وفق ما توفر من مجريات الحدث ووفق ما تم الحديث به حسب بعض المصادر والسلطات الماليزية هو مشابه تماما لعمليات الاغتيالة التي يقوم بها الموساد وهي مشابه هذه العملية بالضبط لما قام به جهاز الأمن الخارج وجهاز المهمات الخاصة الموساد الإسرائيلي هذا مقامه باغتيال الأمين العام للجهاد الإسلامي فتح شقاقي عام 1995 بنفس الطريقة ونفس الأدوات ألية الانسحاب والخروج السريع من ماليزيا بهذه السرعة سواء كان للمنفذين أو للفريق المتابع أيضا تشير إلى ما حصل في إبان اغتيال المبحوح في دبي أي أن المنفذين لا يمكثوا فكل المعطيات تشير إلى المساد إلى أيضا أنه فلسطيني لا يوجد له أعداء طبعا محاضر جامعي لديه مجموعة من البحاث العلمية يطور قدراته في إطار البحث المدني المرتبط بالطاقة وتطورات الطاقة فمن المستفيد لا يوجد أحد مستفيد من تصفية مثل هذه الشخصيات إلا العدو الإسرائيلي لماذا دائما تخاف إسرائيل من العقول الفلسطينية أو العربية بصفة عام؟ لا شك يا جزء من قوة دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تعتمد على التطور العقلي وتعتمد على العلماء والنضوج الفكري وهي تدرك أن أي حالة نضوج فكري عربي أو فلسطين نحن نتحدث قبل ذلك تم اغتيال العلم المصري يحيى المشد قام المساعد الإسرائيلي باغتياله في باريس أي أننا نتحدث عن عمليات ليس فقط تستهدف الفلسطينيين لما تستهدف العقول العربية ككل إسرائيل تدرك أن صراع الأذمغة ما بين الفلسطينيين وبين العرب وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الصراع سينتصر فيه العرب لذلك يتسعى أن تحافظ على هذا التفوق كما تسعى أن تتفوق عسكريا أيضا تسعى أن تدمر أي عقول وأي أفكار تنتهج بثل هذه الأفكار حتى في إطارها المدني لا ترغب لأنها ربما هذا يؤثر عليها هي تسوق أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك العلم والعلماء مقارنة بالدول الأخرى وأنها تتعامل في بيئة لربما غير متقدمة وغير متطورة لذلك دائما ما تسعى إلى إفشال الحالة العربية وملاحقة العلماء سواء كانوا منهم عرب أو كانوا فلسطينيين ألا تخشى إسرائيل من علاقاتها مع الدول التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات على أراضيها؟ أعتقد خلال الفترات السابقة أولا لا يوجد علاقات مميزة الدول التي تقوم إسرائيل بعمليات التصفي على أراضيها لا تجمحها بإسرائيل أي علاقات طبيعية لذلك إسرائيل تستسل هذه العمليات طبعا تتأثر في بعض المجريات ولكن أيضا المصالح المشتركة بين هذه الدول ولكن هي ما تهم إسرائيل في مثل هذه العمليات هي أن لا تترك دليل يدل عليها مباشرة لا يتم الإعلان عن عملية الاغتيال بصورة رسمية أن ما يترك للصحافة الإسرائيلية تتحدث لا يتم الإعلان عن هذه حتى لا يتم ملاحقة العدو الإسرائيلي قضائيا أمام المحاكم سواء من قبل الدول أو من قبل المؤسسات الحقوقية ومن قبل المنظمات الدولية لذلك هي لا تترك أثر لمثل هذه الأمور وإنما تسعى غالبا معظم الإغتيالات الفلسطينية لم تكن في أراضي دلها علاقات في بعض الحالات التي جرتها في فرنسا تم أكثر من عملية اغتيال استهدفت قيادات من حركة فتح واستهدفت علماء عرب كيحيى المشد ولكن العلاقات توترت قليلا لكن سرعان ما تم علاجها لصالح إسرائيل في النهاية إسرائيل لديها مصالح أيضا مع الدول التي تقوم في بعض عمليات الاغتيال ولكن غالبا عمليات الاغتيال الإسرائيل يقوم مع دول لا تقيم معها إسرائيل علاقات تطبيعية أو علاقات مميزة لذلك لا تكون تكترث كثيرا بالإضافة إلى أنها لا تترك أثر واضح ممكن أن يقود الدولة إلى تحقيقات تنتهي التحقيقات باختفاء الأشخاص وانتقالهم إلى أماكن أوروبا ويختفوا في أوروبا سواء يعادوا إلى إسرائيل أو لم يعودوا وبذلك تنتهي القضية أو تبقى عالقة لا حد يستطيع الاستكبال بها شكرا الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو شنب كنت معنا من غزة